بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى لقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وقال وزير الداخلية في برقيته إن النضال والكفاح الوطني لا يقف عند حد ساحات المعارك إنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء والتضحية لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والاستقرار كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير دفاع والإنتاج الحربية والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وقال وزير الداخلية في برقيته إن المؤسسة العسكرية ستظل رمزا للتحدي والصمود والعطاء عن دودا عن الأرض والعرض ومهدا للتحدي من أجل رفعة الوطن واستقلالها